دكتور فيديو ممكن برضو حضراك تشرح لنا عليه بس بجد النتيجة هيلة يعني من شكل ممكن ما بكادش بتدحك خالص في الاول اه طبع اه طبع ان انا ممكن من تدخيل او ممكن ان هي مهملة فيها شوية زي عادة المصر يخلوا الموضوع بالزبط مش لطيف شفنا طبعا دي صورة قبل وشفنا طبعا بعد مختلفة جدا معانا كمان فيديو حضراك تشرح لنا اه علي ده منظر للاشعة ثلاثية الابعاد الاشعة المقطعية اللي احنا بنعملها ومليه بنستخدمها في العادة التشخصية ان انا يعني العيان قبل ما بيخش لي بيبعندي الداتا كلها بتاعت بقه عن طريق الاشعة ثلاثية الابعاد اللي انا بعملها عشان خطر اقدر اشوف كل حاجة انا عمري ما هادر اشوف بالعين طبعا دكتورا عايزة اعرف المشاهد دي حالة بجد تماما اطمام ودي خطوات اللي مرت بيها بالضبط مساعد لما دخلت العيادة لغاية لما خرجت منها تماما اوي اول حاجة بتخش على قسم التشخيص زي ما اتكلمنا امم وتعمل لها الاشعة هنا بدأنا نحضر في السنان طبعا باستخدام المايكروشكوب زي ما اتكلمنا في اول الحلقة امم صدر كل اللي بنشيله تقريبا من السن حوالي زي ما اتفقنا اه او point three مليمترز حاجة لا تسكر اه مش حاجة دكتور بالضبط حاجة لا تسكر يا دوبك بخشن بس سطح السن عشان تستقبل القشرة التجميلية بتاعتي امم كل ده احنا شغالين في مرحلة التحضير امم ده منظر التحضير بعد ما خلصنا اه اوكي ده الشكل بال عشان مطايا ده على الصوفت لا ده على الصوفت وير شكل السنان بقى اه هنا بالضبط بنبتدي ناخد ناخد المقاس ده الجهاز السرك اللي احنا تكلمنا عليه اه هنا بناخد المقاس الضوئي اه بالضبط هنا ببتدي ناخد المقاس الضوئي للسنان بدل العجينة اللي كنا بنتكلم عليها ام ده منظر التصميم اللي احنا اشتغلنا عليه منظر القشرة التجميلية ام ده شكل فاك من جوه طبعا بكل اتجاهات ده المكانة اللي بتبتدي انها تصمم لنا او تنفذ لنا التصميم اللي احنا عملناه اه وده شكل القشرة التجميلية بعد ما جهزت وبعد جهزة انها هنا بقى بنبتدي ان احنا نلزق للعيان ام بايه دكتور ايه اللازق المستقبل النوع من انواع البلاستيك اه نوع من انواع البلاستيك هنا بنبتدي نعمل فانشنج للقشرة التجميلية اه عشان ما يبقاش فيها اي حتة خشنة او اي حتة رف اه اه ده بيتسبت مثلا لا لا ده بعد ما لزقنا عشان لو فيه اي بواقي لازق مثلا بنشالها بالضبط طبعا اكيد بنشكر كل فريق العمل وطبعا شايفين دكتور شاد اكيد بنواجله تحية من طبيب الحياة وهنا بقى بقول لحك فكرة التيمورك ان احنا مش 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 واحد بس هو اللي بيقدم لها احنا مجموعة كبيرة قوي من الدكاترة اه عشان خاطر احنا كده النتيجة بتبقى مرضية جدا لكل الناس بذب ده منظر طبعا بعد طبعا اه وهمية دكتور وطبعية جدا جدا شايفين طبعا قبل وبعد اه خصوصا ان فعلا انتو انتو فريق كبير قوي اه طبعا كل واحد مركز قوي في الحتة اللي هو بيعملها بيوصل المريض لاعلى درجات الجودة دكتور محمد انا بشكرك جدا ومبسوطة جدا